اشتركوا في القناة وزارة الصحة وبتاريخ اليوم وصول خمسمائة الف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الساعات القليلة القادمة من صباح اليوم واستلام الف ووربعمائة لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالي عشان مصر تصنع لقاح سينوفاك عشان تصبح اول الدول المصنعة للقاح وزارة الصحة اكدت ان تم استقبال مليون وسبعمائة تمانية وستين الف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من انتاج شركة استرازينيجا والمفروض ان مصر هتتسلم اربعين مليون جرعة خلال الفترة قادمة ده غير ان مصر هتسلم المادة الخام للقاح الصيني وهتبتدي هي تصنعه ويتوزعه محليا والسؤال الاهم امتى الحياة هترجع لطبيعتها قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ان الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول اخرى جيد جدا يعني لما نقارن مصر بالدول التانية هلا ان الوضع هنا جيد جدا ده بناء على كلام الدكتور علاء بفضل اجراءات مهمة وقوية اتخذتها الحكومة واضاف الدكتور علاء خلال مداخلة هاتفية ان في انخفاض في حدوث الاصابات في الوضع الوبائي العالمي من خلال الاسبوع الوبائي رقم 18 واكد ان الاصابات العالمية وصلت 160 مليون اصابة واكتر من 3.600.000 حالة وفاة وقال ان الاصابات دلوقتي اقل بنسبة 50% وبالنسبة لمصر الرئيس قطاع الطب الوقائي انه بسبب الاجراءات اللي اتخذتها الحكومة هيتوقع انخفاض اعداد الاصابات نهاية شهر مايو وبكده تنتهي الظروة الثالثة لفيروس كورونا واكد ان اللي سجلوا علشان يطلقوا اللقاح 2.800.000 مصري واللي خدوا الجرعة الاولى 1.34.000 ويبي نجدوا الجميع ان هم يسجلوا علشان يطلقوا اللقاح وفي 350 مركز بخلاف ارض المعارض وان شاء الله بعد انتهاء الموجة الثالثة تبتدي الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا خاصة بعد ما يتم توزيع اللقاح على عدد كبير من المصريين وان شاء الله الخير قادم تعود الحياة كما كانت من قبل وفي النهاية عيد سعيد عليكم جميعا